القضايا الأمنية تطغى على مبحثات بين البرهان وأفورجي بأسمراء رئيس الوزراء يصل سنجا لمؤزرة ضحايا الفيضانات الجنيه يواصل تراجعه أمام العملات الحرة في السوق الموازي سوق الخرطوم يغلق مرتفعا عند 171.086.325 نقطة أهلا بكم مشاهدين بحث رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان رئيس الإيرتري السياسي أفورجي اليوم الاثنين القضايا الأمنية والحدودية وملف السلام بين الفرقاء السودانيين ووصل البرهان صباح اليوم العاصمة الإيرترية أسمراء في زيارة الرسمية استغرقت ساعات ورفق البرهان في زيارته مدير جهاز الأمن والمخابرات العامة الفريق أو الركن جمال عبد المجيد ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء ركن ياسر محمد عثمان أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادي الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة أهمية دور الشباب في تحقيق النهضة الشاملة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة وفد نادي الأعمال السوداني من جانبه أكد الدكتور قاسم صلاح رئيس النادي استعدادهم لتقديم رؤى ومشروعات طموحة تسهم في تطور الاقتصاد بالبلاد كما دعا إلى التعاون وتبادل الخبرات بين النادي والقوات المسلحة ونحن في نادي الأعمال السوداني الحمد لله تطلعنا لشراكات استراتيجية وغوية ومنتجة إن شاء الله مع كامل الغطاع بين الغطاع المدني في نادي الأعمال السوداني والغطاع العسكري بكل موارده ونحن شاكرين جزيل الشكر على الفرصة إن شاء الله نتمنى إنها تنهض باقتصادنا الوطني وتنهض بالشباب بتاعنا بإذن الله جل في علا بدأ بروفيسر صديق تاور عضو المجلس السيادي اليوم زيارة لولاية نهر نيل تستمر حتى غدا الثلاثاء يقف خلالها على أحوال المواطنين وحجم الأضرار ناتجة جراء الفيضانات بمناطق حجر العسل والبسابير بمحلية شندي والمناطق المتضررة بمحليات المتمة الدامر أبو حمد وكان في استقباله بمنطقة حجر الطير بالطريق الغربي بمحلية المتمة دكتورة آمنة أحمد المكي والي الولاية وعدد من أعضاء حكومتها واجتمل برنامج زيارة على اتماعات ولقاءات خاصة تفقد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والوفد المرافق له موقف الفيضانات بمدينة سنجة التي وصلها اليوم الأحد عقب الفيضانات التي اكتاحت المدينة وخلفت العديد من الخسائر ورافق حمدوك في زيارته وزير الداخلية ووزير العمل ووزير رئاسة مجلس الوزراء وإبراهيم الشيخ ممثل قوى الحرية والتغيير ووصف رئيس الوزراء ما حدث في مدينة سنجة بأنه فاق كل المدن المتضررة وتعهد بالاستجابة لمطالب الولاية من جهته أوضح والي سنار المحي محمد سليمان أن ولايته في وضع كوارث وتحتاج لمعالجات عاجلة من المركز داعيا لتوجيه صندوق الإسكان للعمل بالولاية والإسهام في تشييد المباني للأسر المتضررة نحن بنطب من السعادة أو فخارة السيدة الوزراء توجيه صندوق الإسكان والتعمير وكل مؤسسة التمويل لمساعدة السكان المتضررين وتوفير مساكن مناسبة لهم مع توفير خدمة المياه والكهرباء ومرافق الصحة والتعليم ونحن على عتاب العام الدلاسي وضع خطة عاجلة لتلافي الأسار الصحية المحتوى للخريف وتوفير معينات تنفيذها حقيقة اختيار ولاية السنار وسينجا بالتحديد ما كانت مصادفة سودان كله طبعا انضرب بهذه الفيضانات والسيول لكن يمكن الحصل في سينجا هو بكل تأكيد أكبر من كل المحلات الثانية في بلدنا نحن نتمنى ان تتضافر الجهود الرسمية والشعبية في معالجة هذه الكارثة نشيد بهذه الملحمة التي اشتغلوا فيها كل الناس عقد رئيس فريق الوساطة لسلام السودان مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية تود قلواك مؤتمرا صحفيا اليوم بفندق برامد في العاصمة جوبا عقب التوقيع على مصفوفة تنفيذ بروتوكولات السلام وقال توت إن الحركة الشعبية لتحرير سودان شمال جناح عبد العزيز الحلو أكدت التزامها بإمبر جوبا والعودة لطولة التفاوض كما قدم توت الدعوة لعبد الواحد محمد نور للانضمام لمفاوضات السلام وفي سياغ ذي صلة وقعت الحكومة السودانية وفصائل الجبهة الثورية بالأحرف الأولى على جداو لتنفيذ اتفاق سلام جوبا بين الطرفين تم التوقيع بالأحرف الأولى على مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام بمسار الوسط وكذلك مسار الشمال ومن ثم مسار اتفاق شرق سودان وكذلك وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير سودان شمال الجبهة الثورية على مصفوفة تنفيذ الاتفاق السياسي ومصفوفة تنفيذ الترتيبات الأمنية بين طرفين واختتمت توقيعات مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام بين جميع الأطراف بمصفوفة تنفيذ بروتوكول القضايا القومية حيث شملت توقيع المسارات المختلفة قال مدير إدارة مكتب الشؤون السياسية لليوناميد برهاني ميس كيلنيغا إن مفاوضات سلام جبا لم تكن سهلة وقد ناقشت قضايا مختلفة الأقاليم السودانية وكذلك القضايا القومية وأضاف نيغا بحسب وكالة السودان للأنباء أن عملية تنفيذ اتفاق السلام يمثل تحديا كبيرا لكل الأطراف مشيرا إلى وجود اتفاقات كثيرة في السابق أحدثت إحباطات لعدم تنفيذها كما أوضح أن تنفيذ الاتفاق هذه المرة سيكون أسهل من المرات السابقة بسبب التغيير السياسي ووجود الإرادة السياسية وأطالب الأطراف السودانية المختلفة القيام بما عليها في هذا الاتفاق وسيقوم المجتمع الدولي بدعمه وقع الحزب الشيوعي والحركة الشعبية لتحرير سودان شمال بأديس أبابا اليوم على إعلان سياسي يتضمن عددا من البنود منها أن لا يتناقض الدستور أو القانون مع الحريات والحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا يجوز تأسيس أي حزب سياسي على أساس ديني واتفق طرفان في الإعلان السياسي على اعتراف الدولة واحترامها للأديان وكريم المعتقدات وأقرى بدور الدين في حياة الفرد كما التزم الطرفان في اتفاقهما على صيانة المرأة السودانية وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء أطلعت عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى السعيد طلعت على دور وإنجازات ومساهمات مركز عبد الكريم مرغني الثقافي بأم درمان في إثراء الساحة الثقافية والأدبية والفنية جاء ذلك خلال لقائه بمكتبها بالقصر الجمهوري وفد المركز برئاسة الأمين العام للمركز الأستاذ كمال عبد الكريم مرغني والذي أوضح في تصريح صحفي عقب اللقاء أن الوفداء اطلع عضو مجلس السيادة على مهام وإنجازات وإسهامات المركز في إثراء الساحة الثقافية والأدبية في البلاد مشيرا إلى أن المركز نظم 16 دورة لجائزة الأدب الطيب صالح للإبداع الروائي قدم المركز بمقترح يحوي ترجمة وطباعة الوثاقة البريطانية عن الفترة 1920-1940 إبان الحكم الأنجلو جيبشن للسودان وتلك الفترة واحتراها من مصادمات سياسية وخلافه وفترة هامة في تاريخ السودان والتي بدأت ببدايات الحركة وصف وزير الصحة الاتحادية المكلف أسامة أحمد عبد الرحيم الوضع الصحي خلال خريف هذا العام ونظام الصحي بالمنهك كما وصفه بالصعب والإسسنائي في ظل جائحة كورونا والظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد وقال عبد الرحيم في المؤتمر الإعلامي للاستجابة لوباء شلل الأطفال إن الوزارة تتوقع ظهور وبائيات خلال الأيام أو الأسابيع القادمة خاصة الكوليرا والملاريا ولفت إلى أن النظام الصحي منذ خريف العام الماضي منهك وكنا نعاني من خمسة أوبئة الكوليرا وحم الكنكشة وحم الضنك والوادي المتصدع والملاريا وغيرها من الأوبئة ومنها دخلنا في حالة طوارئ منذ ظهور جائحة كورونا وأن المؤسسات الصحية أنهكت تماما وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى خمس حالات تعافي وأحالة وفاة واحدة وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادرة اليوم وفق لنتائج الفحوصات ليوم سبت الخامس من سبتمبر 2020 وبذلك يرتفع إجمال العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 13437 وذلك متضمن 833 وفاة فيما بلغت جملة المتعافين ستة آلاف وسبعمائة وثلاثين متعافين وأسجلت تقرير الوبائي 14 ولاية لم تسجل إصابات جديدة من جملة الولايات الثمانية عشر بالبلاد وسجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم 24 حالة والولاية الشمالية حالتان وولاية نهر النيل حالة واحدة وولاية البحر الأحمر ثلاث حالات واصلت مناسب نهر الدندر الارتفاع لتسجل اليوم عند محطة قياس مدينة الدندر 14.4 متر بزيادة ثمانية سنتمترات عن منسوب الأمس الذي سجل 13.96 مترا وأبدى المواطنون تخوفهم من الزيادات المستمرة لمنسوب النهر الذي أصبح مهددا للمساحات الزراعية والبستانية التي قد تتعرض للإطلاف في حالة ازدياد المناسب وأجهت لجنة طوائر الخريف بالمحلية بتطاوفر الجهود لمواجهة فيضان نهر الدندر وأن أشهدت المواطنين باتخاذ كافة التحوطات اللازمة والابتعاد عن مناطق الخطورة هذا الانخفاض في الأمطار سوف يؤدي الانخفاض في وارد الديم عندما خطط عند الحدود السودانية الأسيوبية في حدود 750 مليون متر مكاعد بينما كانت متوسط الأمطار في العطبراوي في يومي 4.5 حوالي 13.7 مليمتر وأيضا سوف تؤدي الانخفاض في وارد العطبراوي في حدود 110 مليون متر مكاعد بالنسبة للتنبوات لمناسب يوم وغدنا السلساء السامي من سبتمبر سوف تكون عن نحو التالي القطاع الدمازين سننار سيشهد انخفاضا في حدود 10 سنتيمترات وبالنسبة لهذا القطاع نذكر انه الوارد انخفض من 900 مليون في يوم 5.9 إلى حوالي 770 مليون اليوم يعني في انخفاض حوالي 200 مليون خلال الأيام السابقة الخرطوم اليوم 7.65 متر للأيام القادمة 17.62 متر 17.61 7.60 شندي اليوم 8.37 متر 20 سنتيمتر للأيام الغادمة 18.36 و34 و33 وفي السياق اكد المهندس حامد محمد علي مدير سد الروسيرس ان ادارته نفذت جملة من تدابير لازمة لمجابهة فيضان الخريف وقال لوكالة سودالي الانباء ان سد الروسيرس لم يتعرض لفيضان بحجم فيضان العام الحالي منذ تشيده في العام 1966 وان الاجراءات المتخذة قد خففت كثيرا من تأثير الفيضانات على المناطق الواقعة شمال السد مبينا ان التخزين القسري خلف السد بدأ في 22 من اغسطس بواقع 400 مليون متر في اليوم واحدث التخزين القسري عند تدفق كميات من المياه تفوق قدرة بوابات السد على تمريرها لافتا إلى انه في ظروف الفيضانات المرتفعة يبدأ التخزين في 9 من اكتوبر وبزيادة في ساعة التخزين ناقش مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية نيل الأزرق الهادي عوض لدى ترأوصه اليوم اجتماع غرفة الطوارئ الصحية بالولاية ناقش حسر وتقييم أوضاع المتضررين من فيضان نيل الأزرق بمدينة سنجا والقرى على شريط نيل الأزرق بشرق والغرب والمواقع المتضررة من السيول والأمطار كما ناقش الاجتماع الحاجة من المعينات لمجابهة هذا الفيضان وتخفيف ضرر ومشكلة الإيواء والخدمات التي يمكن تقديمها للمتضررين قدم مدير شرطة الدفاع المدني بولاية شمال كردوفان مقرر اللجنة العليا العقيد صديق طايلو تقريرا أوضح فيه حجم الأضرار التي لحقت بالمواطنين وأدت إلى وفاة أحد عشر شخصا بمحليات الرهد شيكان أمروابا وسودري وكانت الوفيات خمسة بمحلية الرهد وثلاثة بمحلية شيكان وحالتين بمحلية سودري وحالة واحدة بأمروابا جاء ذلك في اكتماع اللجنة العليا لطوراء الخريف بولاية شمال كردوفان اليوم برئاسة خالد مصطفى آدم ولشمال كردوفان وأشار صديق إلى أن المنازل التي انهارت بلغت ثلاثمائة وخمسة وسبعين منزلا انهيارا كليا وتسعمائة وخمسة وثلاثين منزلا انهيارا جزئيا وتأثر ستة عشر مرفقا حكوميا مؤكدا أن غرفة توارئ الخريف تواصل جهودها في توفير معينات الإيواء لمناطق الولاية المختلفة كشف المحامي محمد سالم جدل عضو لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة بولاية شمال درفور أن اللجنة قامت بحجز أكثر من عشرين ألف قطعة سكنية للتأكد من صحة إجراءتها وأكد في المنتدى الدورية الأول شبكة صحفي ولاية شمال درفور أن اللجنة ستواصل عملها خلال الفترة القادمة حتى تسترد أو تسترد جميع الأموال المنهوبة لخزنة الدولة وأوضح أن اللجنة عاكفت خلال الفترة الماضية على مراجعة سجلات الأراضي بهدف التحقيق والتحريح حول مدى قانونية إجراءات التصديق ببعض قطع الأراضي مشاهدنا نواصل أحداث السودان ومن الأخبار ننتقل بعض فاصل قصير إلى الملف الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر